موسيقى النشرة الرياضية من الجزائر الدولية اهلا بكم تعيش كبرى المدن الافورية جوانس اثنائية ايام قبل انطلاق منافسات النسخة رابعة ثلاثين من بطولة كاسي امام افريقيا المقرر اقامته اعتبارا من السبت المقبل الى غاية الحادي عشر فيفري القادم بمشاركة اربعة وعشرين منتخبا مقسمين على ست مجموعة ايام قليلة تفصلنا عن انطلاق كاس امم افريقيا بكو ديفور العد التنازلي انطلق والجمهور الرياضي ينتظر بفارغ الصبر رفع الصطار عن النسخة الرابعة وثلاثين من المنافسة في بلد يتنفس سكانه كرة القدم من صغيرهم الى كبيرهم نريد ان نقدم احسن كان من حيث التنظيم نحن بانتظار الجميع لاقامة حفلة تلق بالكرة الافريقية فخر لنا احتضار كاس امم افريقيا لم اعيش اجواء نسخة اربعة وثمانين متشوقة جدا لعيش هذه النسخة بصفة صحفية نحن فخورون وسعداء لاحتضان هذه المنافسة التي ينتظرها جميع الافواريين اربعون سنة هي المدة التي انتظرها الافواريون لتنظيم العرس الافريقي مرة اخرى بعد عام اربعة وثمانين من القرن الماضي نسخة يتوقع ان تكون ناجحة بالنظر الى الامكانات التي تم تسخيرها نحن سعداء باستقبال المنتخبات الافريقية بعد اربعين سنة على احتضارنا كاس امم افريقيا الحكومة واللجنة المحلية المنظمة وفرت هيكلة رياضية على اعلى مستوى لهجاح الدورة من خلال توفير ستة ملاعب وميادين تدريب مرافقة لها لا صوت يعلو على صوت ماما افريكا في شوارع ابيجان كيف لا والكل يأمل في متابعة المنافسة الاغلى في القارة الصمراء بعد غياب عن بلادهم لاربعة عقود كما تعلمون الكان عادت لكوديفور بعد اربعين سنة في ذلك الوقت كنت صغيرا اليوم لدينا كامل الثقة في اللاعبين الناشطين في اوروبا لتحقيق اللقب متفائلون جدا ومنتخبنا دائما ما يتألق في المواعيد الكبرى انا متأكد بان اللقب سيبقى هنا في كوديفور انظار عشاق اللعبة ستتجه في غضون ايام صوب القارة الافريقية لمتابعة ضربة بداية واحدة من اهم بطولات كرة القدم في العالم بعد اربعين سنة كأس امم افريقيا تعود الى احضان كوديفور كل الامور ضبطت من اجل انجاح النسخة الرابعة والثلاثين من المسابقة شهر من التنافس بين المتخبات الافريقية سنتعرف من خلاله على صاحب اللقب الغالي يوم الحادي عشر فبراير المقبل كريم بالعربي قناة الجزائر الدولية ابي جون كوديفور وللحديث اكثر عن استعدادات كوديفور لاحتضان كأس امم افريقيا الفين وثلاثة وعشرين ينضم الينا من بواكي مفات قناة الجزائر الدولية يسين قالم صباح الخير يسين بداية كيف تتهيأ كوديفور وتحديدا مدينة بواكي لاحتضان النسخة الرابعة والثلاثون من كأس امم افريقيا مساء الخير او صباح الخير خديجة او اكوابا باللهجة المحلية هنا بكوديفور او بمدينة ابواكي التي ستحتضن مباراية المجموعة الرابعة ولتضم كل من المنتخب الجزائري المنتخب الانغولي والمنتخب العربي الاخر الموريطانيا وكذا منتخب بوركي نفسه ايضا فيما يخص التحضيرات كل شيء جاهز هنا في مدينة ابواكي الهادية والهادية جدا والمعروفة بطيبة شعبها هنا المدينة التي تقع في شمال الابواري والتي تعد ثاني اكبر مدينة من حيث النسبة السكان والنمو الديمغرافي هنا الاجواء جيدة وجيدة جدا لمشاهدة او متابعة كأس امم افريقيا رائعة هنا في هذه المدينة طيب ياسين ملعب السلام سيحتضي المباريات المجموعة الرابعة وايضا مباريات المنتخب الجزائري اجريت جولة على اوافية الملعب ممد جاهزيتها ياسين نعم خديجة ملعب السلام والذي يقع خلفنا فقط يعني تفصلنا هذه الطريقة وطريقة الملعب مثل ما تسمى هنا في كوديفور ملعب رائع ورائع جدا وحسب المتابعين هنا لشأن كأس امم افريقيا التي ستجرى هنا بكوديفور هو افضل الملعب من حيث نوعية العشب وايضا من حيث جمالية الشكل ملعب سيكون رائعا لاشبال الناخب الجزائري جمال بالماضي والذين كانوا قد اشتكوا كثيرا من ارضية ملعب جابوما عفوا في طبعة الكاميرون ملعب اكثر من رائع خديجة سنشاهد طريقة لعب المنتخبات العربية خاصة والمنتخب الجزائري الذي يملك في رصيد محترفين يحسنون اللعب في هكذا ارضية خديجة ياسين ماذا عن منتخبات المجموعة الرابعة وهل بدأت بالوصول لمدينة بواكي نعم فيما يخص المنتخبات سيكون المنتخب الجزائري اول الواصلين اين من المرتقبين يصل غدا في حدود الساعة 11 بتوقيت المحلي هنا في كوديبوار اين سيقيم بالفندق الذي يعني يبعد فقط حوالي 20 متر فقط عن ملعب سلام هنا فيما ستصل المنتخبات الاخرى ونعني منتخب موريطانيا الذي يتربص في تونس مساء غد فيما سيصل المنتخبين الاخرين منتخب بوركي نفسه ومنتخب انجولا المتواجدين حاليا بالامارات بعد غد ان شاء الله اين سيكون المنتخبات الاربعة بعد 24 ساعة حوالي 24 ساعة سيكون هنا جاهزين الانطلاق والتي ستكون اول مواجهة هنا للمنتخب الجزائري يوم الرابع او الخامس عشر بهذا الملعب والتي نتمنى ان تكون موفقة ونحن نعلم ان البدايات عندما تكون موفقة ستكون نهاية ايضا موفقة شكرا جزيلا ياسين قال موفد قناة الجزائر الدولية الى مدينة بوكي الافوارية اذا نوصل مع اخبارنا حيثي واجهة المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره البورندي مساء اليوم وديا بملعب كيجي بالطوغو في اخر محطة تحضيرية للخضر في التربص الخاص بالكان قبل التنقل الى كوديفوار للمشاركة في النهائيات ويبحث رفقاء القائد رياض محرز عن فوز معنوي يضاف الى الفوز الذي احرزه امام منتخبات طوغو المحلي بثلاثية نظيفة وستكون المباراة فرصة للمدرب جمال بالماضي لمعاينة مدى جاهزية العناصر ومضوع اخر اللمسات قبل دخول غمار الكان ومن كأس افريقيا الى كأس اسيا حيث وصلت بعثة منتخب استراليا الى قطر قبل انطلاق نهائيات كأس امام آسيا 2023 ويعدى المنتخب الاسترالي احد المرشحين للفوز باللقاب حيث وصل الى الدور 16 في مونديال قطر قبل الخروج امام منتخب الارجنتين ويفتتح فريق المدرب جراهام ارنولد مشواره في المجموعة الثانية بموجهة الهن ثم سوريا ثم اوزباكستان دوره وصل منتخب الايراني لقطر ايضا لبدء استعداداته للمشاركة في البطولة توفي الاثنين نسطورة كرة القدم الالمانية فرانس بيكنباور عن عمر يناهز 78 عاما بحسب ما نشرت وكالة الانباء الالمانية بيكنباور يعتبر احد افضل المدافعين في تاريخ كرة القدم احرز لقب كأس العالم لاعبا عام 1974 ومدربا العام 1990 كما فاز ببطولة كأس اوروبا مع المنشافت وعلى صعيد الاندية احرز لقب الاندية الاوروبية البطلة مع بايرن نيونيخ ثلاثا مرات على الصعيد الشخصي نال جائزة الكرة الذهبية مرتين صحبت مساء الاثنين قرعة الدور ثم نهائي لكأس ملك اسبانيا في العاصمة مدريد واسفرت عن ديربي قوي بين الجرين الريال واتليتيكو فيما ستكون مواجهة برشلونة اكثر سهولة مع فريق سلامينكا والذي اقصى ذيا ريال بيركلة الترجيح جدير بالذكر انه يلعب فيها الدوري درجة ثانية ومن المقرن تقام مباريات ثم نهائي ايام ستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر جنوبيل جري بينما تلعب لقاءات ربع نهائي في الرابع والعشرين من الشهر ذاته ختام اخبار الرياضة شكرا على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة